السلام عليكم. اهلا بكم اعزائي. دائما دروس الرابعة في جداة انجليزية. اه يونيت فايف نحو رقم خمسة فود يعني الطعام او الغذاء. صفحة سبعة وخمسين. اليوم الان راح نتفرجوا في هذا او نتعلموا في هذا الصفحة. اه يعني اه درس مهم جدا يخص يعني انواع الطعام او الغذاء في اه اللغة الانجليزية. ها مجموعات الغذاء مجموعات الطعام في اللغة الانجليزية. عندي هنا تاسك وان تمريد الاول. يقول لي listen استمع to the conversation. للمحادثة او الحوار. اللي راح نقروها الان. and find the missing food. يعني وجد او اوجد. المسهم فود يعني الغذاء النقص. in each basket. في كل سلة. الغذاء النقص في كل سلة. هنا ونشوف عندي وش عندي هنايا. عندي كما نشوفه افراد عائلة. الفاميلي نجيب. اه عندي الماذر. اللي راه يعني هنا تسوقت مجموعة يعني اه خضر. وعندي اليمين الفاذر. اللي راه تسوق مجموعة اه الغذاء متعلقة بانواع اللحوم. ميت. ميت لحوم. في الاسفل عندي نجيب. اه. تسوق مجموعة اغذية. تخص يعني الفوكه. fruits. fruits. وعندي كذلك. اخته هي مريم. اللي تسوقت مجموعة من سناكس. يعني السندويتشات او يعني الطعام الخفيف. الخذاء الخفيف. وجبة الخفيفة. سناكس. الان عندي هنايا حوار راح نقراه. لكم. مع بعض هنا. اه. راح نشوفوا بالتبصيل كل يعني فرد من افراد اسرة نجيب. وش اشترى. ميناء السوق. اه. كل واحد اشترى مجموعة من الاغذية. اه. لك من اجل انه يعني نضع الغذاء النقص. هنا في في كل سلة. لكل شخص. اه. يعني من خلال ما موجود في هذا يعني الحوار. والان كما تشوفوا هنا في صفحة. اعطاني في الاعلى الاغذية الناقصة. وهي fish. اليسار معانتها ماذا؟ معانتها اه سمك. tomatoes. طماطم. chips. هي chips. او لغاقة البطاطة. وعندي dates. هي التمر. راح نقراه باش نعرفوا وين نحطوا يعني كل غذاء اغذية هذه في اي سلة. من يعني سلال تاع افراد عائلة نجيب. نستمع الان. مام. يعني الماظر ابن نجيب. تقول. in my basket. يعني في سلتي. تتسوق. there are tomatoes. يوجد tomatoes. طماطم. بطاطة. and onions. and onions. وبصل. and onions. وبصل. ثم. that يعني الفاضر ابن نجيب. يقول. in my basket. في سلتي. there is. هناك ما اشترحنا. انه المام هنا اشترت طماطم. وماذا? وبطاطة وبصل. يعني هنا خضروات. vegetables. كما هو مضطف في الصورة. ثم عندي. dad يقول. in my basket. يعني في سلتي. there is fish. يعني يوجد سمك. chicken. يعني لحم دجاج. and and lamb. lamb. lamb هو لحم الخروف. خاصة لي يكون يعني جديد صغير. and lamb. لحم الخروف الصغير. هنا الاب ماذا اشترى انواع اللحوم. الميت. كما هو مضطف في الصورة. جيد. ثم عندي. مريم تقول. in my basket. في سلتي. there is chips. عندي يعني. اه. chips. او شوكولات. او شوكولات. اه. and وحلويات. او حلوة. وحلوة. هنا. كما تشوفه هنا يا مريم. اشترت يعني. مجلبات خفيفة. وهي سناكس. كما هو وضح في الصورة. ثم عندي نجيب يقول. in my basket. يعني في سلتي. there are oranges. يوجد. ماذا. اه برتقال. ديت. يعني. تمر. تمرات. تمر. and bananas. وموز. وموز. هادم هما ماذا. هما fruits. كما يوضح في. في الصورة. الان نرجع. للتمرين. نشوفوا الان مع الام. اللي اشترت في سلتها. فيجتابلس. خضر. ها. وهنا يا. في السلة. مذكورة عندي ماذا. بوتيتوز. بطاطا. وانيينز. وبصل. وبصل. وهنا اعطاني. فش. تماتوز. تشيبس. ان ديتز. اي منها يعني. نحطوه هنا. في الخانة الفارغة. نقرأوا. ماذا قالت المام. واش نلقاوها. قالت. in my basket. there are تماتوز. تماطم. بوتيتوز. بطاطا. and onions. بصل. هنا عندي. بوتيتوز. وعندي انيينز. طعم النقص ما هو. هو. تماتوز. اذا نضع هنا يا. التماطم. تماتوز. ها. في سلة الام. المليئة بالخضروات. فيجتابلز. فيجتابلز. لانه الطماطم هي. خضر. مثل البطاطا. ومثل انيينز. مثل البصل. ثم. الاب. اذا. واش عنده. 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 سلة. فيها هنا. تشيكن. يعني. كما نشوف هنا. لحم الدجاج. وفيها اللام. يعني. لحم الخروف. الفتي. او الصغير. اذا. هنا. عنده. خانة فارغة. نقرأوا الاب. واش قال. 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 in my basket. there is fish. اه. فش. يعني. سمك. تشيكن. مذكورة عندي هنا في الصورة. لحم الدجاج. and لام. لحم الخروف الصغير. اذن ما هو هنا. يعني. الطعام. او الغذاء النقص. هو. فش. او اعطالي هنا. فش. ها. السمك الاولى هنا. كما نكتبوها هنا. خانة فارغة. فش. باش تتميل عندي. مجموعة اللحوم. ميت. اللحوم. ميت. او ميت. او ميت. او. او كي. ثم. نرجع للنجيب. هنا عنده سرة الفواكه. فروتز. فروتز. وعنده فيها. اورنجز. برتقالات. وعنده بناناز. يعني. حبة موز. اذا ما هو الطعام النقص. اغذاء النقص. نقرأوا. نشوفوا. قال نجيب. in my basket. there are. اورنجز. هنا موجودين عندي. اورنجز. برتقال موجود. اه. ديتز. يعني. تمر. and bananas. بناناز موجودة. ما هو الطعام النقص هو. ديتز. هنا اعطاني في الاعلى. ها. ديتز. وهي. التمر. يعني. تمر هو. الفاكهة. الناقصة. عدنجيب. نكتبوها هنا. ونضحها. فروتز. ثم اخيرا عندي. مريم هنا. عندها كنديز. يعني حلويات او حلوة. وعندها شوكولاتة. يعني. شوكولاتة. اذا هناك شيء نقص هنا يا. في الخانة هذه. نقرأه. شوكولاتة مريم. in my basket. في سلتي. there is chips. يعني. عندي chips. ها. يعني رقاط البطاطة. وشوكولاتة. وشوكولاتة. يعني. شوكولاتة. and candy. وحلويات. هنا عندي. الكنديز موجودة. وعندي. شوكولاتة موجودة. وينقصني. ينقصني. في الاعلى. وش بقاتلي. بقاتلي. chips. مذكورة هناك تكفي الحواء. اذا هنا. جيد. هنا عندي. chips. نضع هنا. chips. يعني. chips. او. رقاط البطاطة. اللي تعبرنا كل المجموعة هذه. على. snacks. على snacks. يعني. المواجبات الخفيفة. ها. او. صندويتشات الخفيفة. العموم. اذا هناك ما تشوفه هنا يا. التلميذ يتعلم. ماذا? يعني. انواع الغذاء بالانجليزية. vegetables هي الخضر. meat هي اللحم او اللحوم. fruits هي الفواكه. snacks هي مجبات الخفيفة. ويأخذك ذلك مع بعض المفردات على. tomato, tomatoes, potatoes, 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 dates. التمر. chips هو chips. الفيش هو السمك. اه? الموز بانانات. اورنجز كلمة فرنسية. اورنج. اورنجز. البرتقال. كانديث هي الحلويات. الشكرات نسموها شوكلة. اه? وهكذا. يعني هذه كلها مفيدة للتلميذ باش يعبر بها عن يعني اه الغذاء اللي يتناولوا يوميا في حياته اليومية. شكرا. موسيقى موسيقى موسيقى